السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم في هذه الخاطرة من خواطر رمضانية خاطرة اليوم هي ضمن سورة النحل ويعني ممكن لو حابنا نسمي الخاطرة ممكن نسميها امة التوحيد امة التوحيد ممكن كمان نضيف عليها كمان في وقت لصدعاف حقا صورة النحل هي وكنت اشرت قبل كده وصورة يونس من الصور اللي يعني كنت اجد صعوبة في محاولة استقصاء الموضوعات التي تعالجها صورة النحل وبين وبينكم يعني انا اصلا ما بحبش الكلام في قضية التفسير الموضوعي قبل الكلام في التفسير التحليلي لان انا احب ان الناس تعايش الايات بصورة تفصيلية اولا قبل ان تنتقل الى المعاني المحورية اللي في الصورة لكن خلينا احكي لكم خصتي سريعا مع صورة النحل عشان اقول لكم المعنى اللي انا عايز اوصل لكم النهض صورة راح دايما بسمع ان هي صورة النعم واكتر من حد ان العلماء كان بتكلم قد ايه صورة ان هي فيها تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى وبالفعل انا فوجئت ان هي من اكتر الصور اللي جات فيها لفظة نعمة الله والعجيب ان هي جات مرة بالتائل مربوطة ومرات بالتائل مفتوحة بالخط العثماني يعني المكتوب وايضا لفظ انعم لم ياتي الا في صورة النحل وجاء اكتر من مرة يعني ده الايه ده المالمح الاول في الصورة قضية النعم وفعلا تعداد النعم في الصورة بطريقة عجيبة وحتى بعضهم قالوا ذكر الوحي في اول الصورة والقضية مثلا القرآن ايضا دي من اعظم النعم ده المالمح الاول وبعد كده كنت قرأت مقالة لدكتور رفاع سرور وبتكلم على ايات كنت انا شرحتها بالتفصيل في درس الوحد وبعنوان تفاعل القلب على الوحي وكان بيشرح الايات من قول الله سبحانه وتعالى في صورة النحل من اول ايه 64 وما انزلنا عليك الكتابة الا لتبين لهم والذي اختلفوا فيه وتكلم بقى في شرح ازاي ان الايات اللي بعد كده جات الايات اللي قاومين يسمعون وازاي النحل بيستخلص الغذاء يعني كان مقالة طيبة يعني فتحت لي افاق وفجأت ايضا ان من المعنى المحواء المذكور المعنى المذكورة في الصورة قضية الاختلاف وفجأت ان فعلا جزر قضية الخلاف والاختلاف مذكور في الصورة بطريقة كبيرة جدا يعني بطريقة لم اجدها في غيرها من الصور وده اللي خلانا اشرح الايات دي لوحدها في درس تفاعل القلب مع الوحي وازاي قدرة المؤمن اللي يعني بيحمل قضية الهداية والتقوى في قلبه ويخشى الله سبحانه وتعالى ومعنى الايمان ازاي بيوفق لاستخلاص معاني الهدى وازاي زي منح اللي بيستخلص العسل ويقدمه للناس فيه شفاء للناس حتى لو تعددت الالوان فكذلك المؤمن بيستخلص معاني الوحي والقلب التقي النقي كما شبه النوصلة من الارض النقية اللي هي بتتفاعل مع الماء النازل عليها وبتخرج للناس العشب والكلاء الكثير فكذلك قلب المؤمن ده كان الملمح التاني بعد كده في مرة حتى كانت زوجتي بتسألني في قضايا في المتشابهات في القرآن فبتقول لي إلهكم إله واحد جات مرة واحدة من غير الواو اللي في الأول ففجيت ان معنى التوحيد جاء متكررا عجيب في الصورة فواحد يقول لي طبعا ما هو القرآن كله بتكلم عن التوحيد أنا عارف لكن مسألة التوحيد وتكرارها في الصورة بل البداية بداية صورة نحلة مفعمة بالتوحيد يعني بدأت سبحانه وتعالى عما يشركون وبعد كده الملائكة بتنزل بالروح لأجل فقط لا إله إلا الله ثم بعد كده على طول تالت آية على طول احنا لسه في أول آية تعالى عما يشركون تاني تعالى عما يشركون وفجأت ان الصورة مليئة قضية التوحيد والشرك وألفاظ الشرك تعددت بتفاصيلها وإله واحد تكررت مرتين ففجأت أيضا ان قضية التوحيد هي موجودة في صورة كتير لكن مليئة في صورة النحل بصورة عجيبة جدا ده الملمح التالت معلش عايزكم تركزهم عشان احنا هنحاول نجمع الملامح دي ونخرج بمعنى عام قد يفيد المتأمل بعد ذلك في صورة النحل فيضيف على هذه الملامح ويخرج بمعنى أكثر من ذلك الملمح التالت اللي أنا بتكلم فيه ملمح التوحيد وكل ملمح من الملامح دي أما تيجي تقرأ الصورة ويفضل ساعتها انك تقرأ الصورة مرة واحدة يعني مثلا لو توفق انك تقرأها فراكعتين على بعض أو حتى فراكعة واحدة أو تقرأها قراءة متأنية أو تسمحها على بعضها بتديك قدرة على ان القلب بيسع كل الملامح دي مرة واحدة المهم ملمح التوحيد يبقى أنا كده الأول النعم بعد كده قضية الخلاف وتوفيق المؤمن لحسم الخلاف والوصول للحق والوصول للغذاء للناس في الخلاف وطبعا كتير قضية الخلاف واللي يبين لهم الذي اختلفه ده كتير يعني أنا بس مش عشان ما طولش عليكم في الخطرة هي طولة أصلا النقطة التالتة ملمح التوحيد النقطة الرابعة كنت في مرة ببحث عن لفظ أمة كنت عايزة ببحث عن لفظ أمة في القرآن كانت قضية الهوية شكلانية وإزاي أن الهويات بقت بتتجه أكتر للانتماءات للوظائف أو للأوطان أكتر من الإسلام ففجئت أيضا إن صورة النحل أكتر صورة جات فيها لفظ أمة يعني ممكن تاني صورة بعد كده البقرة لكن هي أو أكتر صورة النحل من الملامح الأربعة دول ولو حبنا نحطوهم على بعض أنا أيضا فجئت وأنا بقرأ الصورة وعملت ضرب ويعني أخماس فأزدازة بيقولوا عشان أفهم الملامح دي الصورة بتعليجها إزاي فجئت إن كل الملامح دي مذكورة في آخر الختام بتاع الصورة من أول إن إبراهيم كان أمة يعني لقيت إن الملامح دي كلها يعني كأن بقى الختام بيعيد بيراجع الملامح دي كلها إن إبراهيم كان أمة بعد كده مياكم من المشركين شاكرا لأنعمه وبعد كده إنما جعل سبتوا على الذين اختلفوا فيه وإزاي الخلاف بيصرف على الإنسان النعم اللي هو فيها ولي يحكم بينهم يمقين فيما كانوا فيه يختلفون فوقع في قلبي والله أعلم وأعلم أن صورة النحل بتقدم وبتعالج من الموضوعات بش أقول إن هي الموضوع الوحيد يعني سلوك أمة التوحيد في نشر هذا التوحيد والدعوة إليه ولا سيما في أوقات الاصدعاف تاني يبقى سلوك أمة التوحيد أنا سيتأقول لكم صحيح أنا آسف إن من الكتب اللي فرقت معايا حديثا وأضافت لي ملمح خامس معلش قضية الدعوة يبقى معلش أنا يبقى لوقات الملمح الأول ملمح النعم التاني الاختلاف التالت التوحيد الرابع أمة الخامس قضية الدعوة وأيضا ده مسكور في الختام بتاع الصورة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة كنت بقرأ في كتاب المعنى القرآني الدكتور محمود توفيق سعد وكتاب حققتا بديع وعمل فصل كامل عن صورة النحل وبيتكلم عن قضية الدعوة هو بيرى إن صورة النحل بتعالي قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكن أنا لو ضربنا الخمس الملامح دول مع بعض كده وطلعنا ملمح واحد هو سلوك أمة التوحيد في الدعوة والجهاد لنشر التوحيد ولا سيامة وقتل الصدعاف إزاي بقى أولا وده من العجيب أوي إن أنا بشعر إن كل صور بتبدأ منظومة بتبدأ بحروف مقطعة متشابهة زي مثلا آل حاميم أو آل ألف لام ميم المكي أو آل ألف لام راء بقى أفاجأ إنها كأنها وحدة بتعالج قضية ثم أو مش قضية بقى بتخوض معركة خلينا بقى نعيش المعنى بتخوض معركة ويأتي النصر بعد خوض هذه المعركة يعني بعد المعركة اللي خضتها آل ألف لام ميم المكي اللي بدأت من العنكبوت بعد كده الروم بعد كده لقمان السجدة جاء النصر بعد تلك في الأحزاب على طول اللي بعدها أيضا المعركة العظيمة اللي خضتها آل حاميم وحتى لذلك بيروا عن نفسها منها قال حاميم لا ينصرون متشرحت الفكرة دي في مقدمة سورة غافر إن المعركة اللي خضتها آل حاميم جاء النصر بعدها على طول في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم بعد كده الفتح آل ألف لام راء هنا بقى كان شغلني دايما قضية المعركة ألف لام راء اللي بدأ من أول يونس لغاية الحجر وكنت حاسس إن النصر بيجي في الإسراء إن سورة الإسراء هي الإشارة للنصر إن احنا هنمكننا في الأرض لأن القدس دايما باشعر أن ترمومتر التمكين في الأرض فإحنا هننتقل بقى للمسجد الأقصى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وكأن سورة النحل هي التمهيد والختام والبشريات ما قبل النصر اللي جات في سورة الإسراء وحتى بداية النحل بداية مبشرة أتى أمر الله سواء في الدنيا أو في الآخرة فلو إحنا عيشنا بقى مع المعاندي كلها معلش أنا طولت عليكم ودخلت السلوك في بعضها بس إيه هي أشبه بالفطفضة يعني إن سلوك أمة التوحيد لنشر هذا التوحيد زي ما فيه أمة اسمها أمة النحل أمة النحل بتتعب ولها هدف وجهة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن كان نحلة وإنه هو طيب ولا يضع إلا طيب وإذا وقع على شيء لا يفسده من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موسيقى الأحمد كذلك فيه أمة التوحيد لها سلوك معين لنشر هذا التوحيد لذلك أن تكون أمة هي أربع من أمة أمة التوحيد في أوقات الاصضعاف بتحفظ على مبادئها أمة التوحيد في أوقات الاصضعاف إن الله يمر بالعدل والإحسان مش معنا نحن في أوقات الاصضعاف نحن نبدل مبادئنا أمة التوحيد حتى في أوقات الاصضعاف حتى إذا وقعت في قضية الشرك إزاي حكم ربنا ذكر في الصورة دي تحديدا قضية اللي بيضطر إنه ينطق بكلمة الكفر أمة التوحيد في أوقات الاصضعاف لا تصدى عن سبيل الله بأخلاقها وتفي بالعهود ولذلك قضية الأخلاق في آخر الصورة أنا كنت مستغرب فده سلوك أمة التوحيد إزاي أمة التوحيد بتدعو إلى التوحيد بتذكير النعم وهنا قضية النعم إن من الملامح الأساسية في الدعوة التي ينبغي أن نبينها للناس نعم الله سبحانه وتعالى وأن نستحضر نعم الله علينا حتى لو كنا في وقت لصضعاف وأيضا نذكر الناس بنعم الله سبحانه وتعالى وتنوع النعم مر جات نعمة بالتائل مربوطة ونعمة بالتائل مفتوحة وأنعم تنوع النعم الله سبحانه وتعالى العبيد وكيف نذكرهم بهذه النعمة فالقضية إن إحنا لا ننسى أننا أمة التوحيد وهذه الأمة لها رسالة تسعى إليها وتجد إن إحنا في الصورة في قضية الهجرة وقضية إن إحنا ظلمنا وإن حصل للناس فتن فأمة التوحيد تجاهد وتهاجر وتنصر حتى لو مرت بحالات من الظلم والفتنة تستعيد وتتوب مرة أخرى لذلك أنا منبهر منبهر بختام الصورة وهي بتتكلم إن إبراهيم كان أمة يعني لو إحنا عايزين نطلع إيه هي مواصفات أمة التوحيد أمة التوحيد ولو كان الموحد رجلاً واحداً فهو أمة قانتة لله يقوم لله حنيفاً مبتعد عن كل الشرك ولم يكو مش ولم يكن حتى ولم يقترب أصلاً ولم يكو من المشركين شاكراً لأن عمي مستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وبعد ذلك نحن أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم وبعد ذلك إن الخلاف في قضية التوحيد لذلك أنا بستشعر دايماً إن صورة النحل كان دكتور أصولني أستاذ سعيد حوى في تفسير الأساس كان قال معنى كده بيستشعر إن معاني القرآن زي ما هي موجودة بصورة مكتنزة ومكثفة في الفاتحة موجودة بصورة مبثوثة في صورة البقرة وكان بيرى إن كل صورة من صور القرآن بتنظر إلى معنى من المعاني الموجودة في صورة البقرة وإن كان هو للأسف لم يفصل ذلك في التفسير بصورة تفصيلية لكن كده فكرة جميلة أضفها إن معاني القرآن موجودة في صورة البقرة ومبثوثة ثم كل صورة في القرآن وكانها تنظر إلى المعنى فلو إحنا خدنا بالفكرة دي أنا أشعر إن صورة النحل بتنظر إلى الآيات اللي في صورة البقرة آية وكنت برضو شرحتها في خطبة آية 213 و214 كان الناس أمة واحدة اللي هي أمة التوحيد فبعث الله النبيين مبشرين ومدرين معهم الوحي اللي هي في أول آيات صورة النحل وأنزل معهم الكتابة بالحق اللي يحكوا من الناس فيما اختلفوا فقضية الأمة وواحدة والتوحيد والاختلاف وبعد كده حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين أخلوا من قبلكم مساتهم البأساء جابت صورة النحل البأساء والضراء اللي أصابوا المسلمين واضطروا أنهم يهجروا بل تعرضوا للضرب وللطعن وللآذى حتى نطق منهم من نطق بكلمة الكفر ولكن قلبهم مطمئن بالإيمان فمعنى أن تعيش هذا المعنى أن تتمتمي إلى هذه الأمة أمة التوحيد التي لها هدف ولها غاية وحتى لو مرت بأشد أوقات الاستضعاف لدرجة أن تنطق بكلمة الكفر أو حتى فوتنا من فوتنا منهم يعودون مرة أخرى ولا ينسون أبدا رسالتهم في الحياة أنهم أمة يجاهدون ويهاجرون لأجل هذا التوحيد وينشرون التوحيد في الأرض ويقدمون الغذاء للناس لذلك المثل بتاعنا طولت خلص بها الأسف المثل بتاع صورة النحل مثل عجيب المثل اللي هو أمة التوحيد وأمة الكفر ضرب الله مثلا عبدا مملوكا أمة الكفر لما بتسيطر بتجعل الناس في رق عبدا مملوكا لا يقدروا على شيء الفرق أمة التوحيد لما هي اللي بتقود العالم ومن رزقناه منا رزقا حسن فهو ينفق منه سرا وجهرا المثل التاني أحدهما أبكم لا يقدروا على شيء وهو كل على مولاه إذا طبعا لا قول فيها كتير هل ده بين الله والعبد ولا الموحد والكافر أنا أستشعر في المثلين دول أن صفات أمة التوحيد لما هي بتقود كيف يكون حال الرجل وكيف يكون حال العالم أمة متحررة كما قال ربنا سبحانه وتعالى محررا أطلت عليكم الأسف لكن المعنى اللي كنت عايزة أوصله ما هي سلوك أمة التوحيد لنشر وجهود أمة التوحيد لنشر ودعوة الناس إلى التوحيد في الأرض لتفصل في أعظم قضية اختلاف وأعظم قضية بتشغلها دايما قضية التوحيد ولا تنشغل عنها أعظم قضية خلاف في الأرض اختلاف الناس في قضية التوحيد وكيف أن هذه الأمة تجاهد وتهاجر لهذا المعنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحقق بالأوصاف التي جاءت ولو حتى جزء منها التي وصف الله بها سبحانه وتعالى إبراهيم في خواتيم سورة النحل أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته